حكومة الإطار راقضها وشكوا واحد كان يشتغل بحكومة الكاظمي يردون يصفوه يصفوه القاء قبوض أوامر قبوض منع سفار معرف شنو زين أنا أردس أل هسه أردس أل حكومة الإطار حكومة المالكي أردس ألكم يعني هسه هنا أنا يقول لك مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي مدير مكتب يعني هو مصاحب قرار يعني ما يتخذ قرار تمام وظيفته تنفيذية هذا واحد مصدرين عليها أمر قبل زين مشرق عباس أحمد نجاتي 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 تمام وزير المالية مصدرين عليهم أوامر قبض وحجز أموال كبار المسؤولين أقول لك لعد ما حجزتوا على أموال كبار المسؤولين اللي باقوا الدولة من الإطار لو هذا شغل على موهد الصفون شك واحد كان يشتغل ويا الكاظمي ها الكاظمي اللي بلش ونتدور للقضاء وأنا قلتها في زمن الكاظمي قلتها أنا لاوية الكاظمي لاوية ذولة ذولة منه؟ ذولة ولا أصير ياهم لو تنقلوا بالدنيا بس قلتها في زمن الكاظمي ما أخذ دور القضاء إلا في زمن الكاظمي دور الحقيقي بدون ضغوطات إش قد ما كان القضاء مستقل إش قد ما كان في زمن الكاظمي ما علي ضغوط والدليل أنه أكو هواية ناس اللي ضموهم هسة الإطار اللي زموا في زمن الكاظمي يعني نور زهر منه لزمه لزمه محمد الشياء السوداني لو المالكي لا لزمه وزير الداخلية الغانمي ولزمه الكاظمي ومصطفى سند زبق روحه وصار هو سبايدرمان هو مالدور إحديده عن الطنطل بس إحنا فطر كل شي نصدق فيا يا رئيس الوزراء يا المالكي هاي التصفيات عب هاي أنتو ما تجوزون تختلفون ويا الكراد تقولون عليهم إسرائيليين متعاونين ويا إسرائيل تختلفون ويا الحلبوسي طلعوا عميل ويريد يطبع ويا إسرائيل تختلفون ويا السيد الصدر تقولون يريد يشكل حكومة حتى يطبع ويا إسرائيل وإنتو 24 ساعة قاعدين ويا الإسرائيليين الإطاريين 24 ساعة قاعدين ويا الإسرائيليين موسيقى موسيقى